هذا هو سمع للحصول على التصريحات والوحيد الحكومية اليومية كان آخر تصريح حكومي بخصوص صرف الرواتب ذلك الذي أدلى به رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بأن الحكومة تقوم بصرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة نهاية كل شهر بانتظام وأنه لا يوجد موظف بدون راتب وما بين التصريحات التي تدلي بها الحكومة الشرعية والمطالب التي لا ينفق الموظفون عن رفعها يوميا يبقى السؤال نصدق من؟ الموظفون ووقافاتهم المستمرة للمطالبة برواتبهم؟ أما الجهات الحكومية بوعودها الدائمة وتصريحاتها التي تأتي بعد كل وقفة احتجاجها؟ سؤال يستطيع المتابع إيجاد إجابته بالنظر إلى حال المواطن وواقع معيشته المتدهور يوما بعد آخر